وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة المواني المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية للتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير النقل وقائد القوات البحرية وعدد من قيادات القوات المسلحة وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل المواني على مستوى الجمهورية في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة فضلا عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجيستيات وتجارة الترانزيت أعرب الاجتماع الوزاري العربي الذي شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه للجهود الرامية للتواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وإنهاء الحرب في قطاع غزة كما أكد الاجتماع الذي عقد في بروكسل أهمية إنهاء جميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارتية وشدد الاجتماع على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهج شمولي نحو مصار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل دولتين وفقا للقانون الدوري والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلاة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد أكثر من أربعين فلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح الفلسطينية وأوضح الدفاع المدني أن المنطقة التي استهدفها الاحتلال يوجد بها مائة ألف نازح مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف مناطق صنفها في السابق مناطق آمنة للنازحين ومن جانبها أفادت مصادر فلسطينية بغزة بسقوط 190 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة بقصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة ومن جانبها دعت الرئاسة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلية وقال متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينة إن استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية هي مجزرة فاقت كل الحدود مضيفا أن ارتكاب القوات الإسرائيلية لهذه المجزرة هو تحدي لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرروا محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أدنى المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمخيم للنازحين في رفح الفلسطينية وقال المرصد في بيان إن إسرائيل قتلت أكثر من سبعين فلسطينيا في رفح الفلسطينية خلال اليومين التاليين لقرار محكمة العدل الدولية ما يعد مجاهرة وإمعانا في رفض وتجاهل قرار المحكمة بضرورة وقف الهجوم على المدينة وفتح المعبر الحدودي لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية أعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا لبحث استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماسة وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن نتنياهو أعطى فريق التفاوض ولاية شاملة من أجل التوصل إلى صفقة ونسبت هيئة البث الإسرائيلي إلى نتنياهو قوله قبل الاجتماع إنه لن يوافق على إنهاء الحرب حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه استهدف مقر قيادة ومستوطنة وتكن عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ كما أعنى الحزب تنفيذه عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والصاروخية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة كما نعى حزب الله اللبناني ستتعى ناصر في صفوفه جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال ورياضيا أعنى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو والتي شهدت عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد زيزو بعد تعافيهم من الإصابة إلى جانب انضمام أحمد أمين مهاجم أمبي وناصر ماهر لعب الزمالك وينطلق معسكر المنتخب غدا على أن تقام المبارتان يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل في إطار جولة الثالثة والرابعة لتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم هذا ويتصدر منتخب مصر وترتيب المجموعة الأولى في التصفيات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على جيبوتي واسراليون في أول جولتين